أباح الإسلام للرجل أن يتزوج من شاء من النساء إلا أنه حدد له عدداً لا يتجاوزه وأصنافاً من النساء لا يجوز له الزواج بهن إما على التأبيد أو على سبيل التأقيت وهن على النحو التالي أولا المحرمات على التأبيد وهن أقسام القسم الأول المحرمات بالنسب وهن أصناف سبع الأم والجدات وإن علون من جهة الأم أو الأب والبنات والحفيدات وإن نزلن من جهة الابن أو البنت والأخوات سواء الشقيقات أو لأب أو لأم وبنات الأخ وبناتهم مهما نزلن وبنات الأخت كذلك والعمات والخالات وإن علون القسم الثاني المحرمات بالرضاعة ويحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب فتحرم الأصناف السابقة بالرضاعة كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة القسم الثالث المحرمات بالمصاهرة وهن أربع واحد من تزوجها الأب أو الجد من جهة الأب أو الأم وإن علون اثنان من تزوجها الابن أو الحفيد من جهة الابن أو البنت مهما نزلن ثلاثة وأم الزوجة وهؤلاء يحرم بمجرد العقد عليهم أربعة وبنت الزوجة ولا تحرم إلا بالدخول بالأم فالعقد على البنات يحرم الأمهات والدخول على الأمهات يحرم البنات لقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ويدخل في المحرمات على التأبيد الملاعنة وهي التي اتهمها زوجها بالزنة ولاعن على ذلك عند القاضي فيفرق بينهما على التأبيد ثانيا المحرمات تحريما مؤقتا وهن قسمان القسم الأول التحريم للجمع بين امرأة وبين غيرها وهو الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة مع أربع زوجات القسم الثاني المحرمة لأسباب وعوارض أخرى وهن واحد المعتدة حتى تخرج من العدة لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله اثنان من طلقها زوجها ثلاثا وتحرم على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ثلاثة المحرمة حتى تحل من إحرامها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أربعة الكافرة حتى تسلم إلا الكتابية لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم خمسة الزانية حتى تتوب إلى الله لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ستة المتزوجة حتى تطلق أو يموت زوجها لقوله تعالى بعد ذكر جملة من المحرمات والمحصنات من النساء أي المتزوجات وكل من كان تحريمها مؤقتا فليست من المحارم بخلاف المحرمات على التأبيد فكلهن محارم إلا الملاعنة فإنها تحرم على زوجها تحريما مؤبدا وليست من المحارم